موسيقى التهويب ومن قديم اللهجة قالوا تهويب عن التلويح باليد او عصى ونحوها في الهواء بقصد الضرب وفعله يهوب في المضارع وهوب في الماضي بواو مشددة في الزمنين والفعل لازم يتعدى بواسطة وهي حرف الجر على يقولون هوبت عليه تهويب او يهوب عليه وقد يتعدى بالباء فتكون باء الآلة فيقولون هوبت بيد تهويب او هوبت بالعصى تهويب والتهويب ان كان مقصودا لذاته فهو للتخويف والردع دون قصد الضرب فهوبت عليه بالعصى اي لوحت بها في وجهه بقصد اخافته او المزح معه احيانا والتهويب من فعل البهبار والبهبار اسم فاعل من البهبرة وهي عزم دون فعل او تهديد دون تنفيذ وقد يكون بعدها فعل ولكن دون طائل ومن البهبرة يشتقون بهبار كما اسلفنا وبهبر في المضارع وبهبر في الماضي والبهبرة ايضا من فعال الخواف وخواف صيغة مبالغة من الخوف ومن تعابيرهم عن الخوف قالوا ذلال ايضا بالمعجمة وفي المثل قالوا عصات الذلال طويلة او الذلال عصات طويلة وفي طرابلس خاصة الدلال بالمهملة وقد يقال البهبار عصات طويلة اي يبتعد عن المواجهة واحتدام الصدام ويلوح بها من بعيد دون ان يصيب احدا وزنيلو ومسكسك من صفات الخواف في المنطقة الغربية وهي القاب على الضحك ضعيف الشخصية وفي الشرق قد يقولون دلدول وللمدلل دلوع او دلوع والفعل يسمونه دلع وقد يكون هو العسل في الغرب وهي مأخوذة من لفظ العسل وفي الشرق قالوا تعسيل عن فعل الفضول او عن طول الملازمة التي يصعب التخلص منها كما يصعب التخلص من العسل متى علق بشيء ما ومنه قولهم فلان عسال في وصف للمكثر وعسالت عليه او عليهم وهي من الفاظ الشارع